عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات جذبي وتعظيم عوائد سيحة اليخوت في مصر وأشر مدبولي خلال الاجتماع إلى وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتح السيسي بأعطاء أولوية خاصة لملف سيحة اليخوت وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطع المهم وشدد مدبولي على أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف موضحا أنه تم إصداره في شهر أغسطس 2022 وتم إصدار قرار بشأن لائحة تنظيم سيحة اليخوت الأجنبية في المارين والمواني البحرية والذي نص على إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل من خلال قطع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها وتخذ إجراءات إنهاء الموافقات وتصريح اللازمة